من الألعاب الممتعة التي توصف بأنها مجموعة متنوعة من الألعاب والتي يمارس لعبها على طاولة مستطيلة لعدد معين وهي لعبة البليارد نتعرف عليها أكثر من خلال هذا التقرير لعبة البليارد وتعرف أيضا باسم رياضة العصى هي مجموعة متنوعة من الألعاب تلعب بالعصى لضرب مجموعة من الكرات وتحريكها على طاولة مغطاة بالقماش تحدها مصدات المرنة لإدخالها في جيوب الطاولة الجانبية يتطلب اللاعب إحساسا حركيا جيدا ومناسبا لظروف اللعبة ويلعب كل لاعب حسب دوره دون تأثير الخصم ويحاول كل لاعب إنزال أكبر عدد من الكرات في الثقوب المحيطة بالسطح ما عدا الكرة السوداء تحضى رياضة البليارد بقاعدة جماهيرية ضخمة حول العالم فهي تعد الرياضة المفضلة لدى كثير من الأشخاص إذ لا تتطلب المهارات العالية لتكون لاعبا جيدا على عكس الرياضات الأخرى وهي لعبة بسيطة تعتمد على التركيز وتحتوي على قدر كبير من التسلية والمرح رجعنا لكم مشاهدين بعد ما شفنا هذا التقرير المتعلق بلعبة البليارد إذن مشاهدينا تؤدي المؤسسات الأكاديمية دورا مهما ورافدا جديدا للمواهب والكفاءات في الدولة وأيضا المساهمة في تنويع مصادر الاستثمار سواء كان التنموي أو حتى الاقتصادي مما يؤدي إلى تطوير اقتصاد قائم على المعرفة وتزويد الأجيال الجديدة من القادة والمهنيين بالأدوات اللازمة للاستعداد للمستقبل كما تساعد المؤسسات البحثية والأكاديمية في النهوض بمجال العلوم والتقنيات الجديدة الرائدة وأيضا تطوير الصناعات المستقبلية عبر حلول المبتكرة تحت إشراف مدرسين ذوي خبرة عالية متمرسين أيضا في مجالات تخصصاتهم وللحديث أكثر عن دور الأكاديميات العلمية في المتشمع نرحب بالدكتور محمد خميس العثماني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية في الشرقة دكتور صبحك الله بالخير يا صباح نوري أهلا وسهلا بيكي حياك الله ويانا في برنامج صباح الشرقي الله يحفظكم إن شاء الله تسلمين وشكرا على تعاونكم الدائم والله شكر لكم على تغطيتكم وعلى تعاونكم وعلى رسالتكم والمجتمع أساسا المتنوع بجميع المجالات هي مسؤولية مجتمعية ومسؤولية مشتركة الحمد لله إزاكم الله خير اليوم أيضا حديثنا عن الأمور متعلقة بالأكاديميات المجتمعية فلو نتحدث أيضا عن دور الكليات المجتمعية ودور كليات العلمية دكتور وخاصة في المجتمع وإمارة الشرقة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما تفضلتي في المقدمة أنا أقدر أجاوب على هذا السؤال هذا مختصر المفيد هنا نقول الهدف الأساسي التنمية الشاملة بما أننا نتكلم عن التنمية الشاملة معناها مجتمع متكامل في جميع النواحي سواء كان الأمور الثقافية الاقتصادية الاجتماعية الرياضية أي أن كان الصحية هي مسمعها تنمية شاملة في الأكاديميات هذا دورها أنها فعلا تحقق التنمية الشاملة عن طريق طبعا مخرجاتها وكل أكاديمية لها مستهدف معين من المخرجات سياسة معينة وهدف معين حسب الأكاديمية ومنشآتها وبرامجها الموجودة سواء كان في المجالات التربوية التعليمية أو المستوى التعليمي كان باكالريوس ماجستير دكتورة أو تدريبي أو تأهيلي حسب الأكاديمية وما أنشئت من أجله في النهاية نقول نحقق التنمية الشاملة لهذا المجتمع نخرج مخرجات لهذا المجتمع قادر على النهوض في جميع المجالات فعلا المجتمع حق التنمية الشاملة ويوصل للاكتفاء سواء كان في مجال أو بآخر نعم ولا بد أن تكون هناك في معايير معينة نعم صحيح لنجاح هذه العملية نعم ولنجاح هذه الأكاديميات العلمية في هذا المجتمع فيليد دكتور لو تطلعنا أيضا على أهم المعايير التي يجب أن تستند إليها هذه الكليات المعايير طبعا هي تسقط أساسا من جهة الاعتماد الأكاديمي أي أن كان سواء كان عندنا وزارة تربية التعليم أو المفوضية الاعتماد أو الجهة التي تمنح هذا الترخيص وينبثق طبعا من أهداف المؤسسة ومن إنشاءها الأكاديمية هذه تهدف ما هي أهدافها يعني بناءا عليه طبعا نحن نقول توضع المعايير المعايير طبعا متنوعة تكون على الأمور الخاصة في الإنشاءات في المباني في القاعات الدراسية في المكتبات البحوث العلمية في المحيط هذا الإنشائي نعم بعد ذلك مثل ما تفضلتي الأمور الثانية التعليمية سواء كان البحث العلمي الاهتمام بمستوى البحث العلمي المخرجات المساقات أهداف المساقات مخرجات المساقات وأهداف البرنامج التعليمي على حسب البرنامج دبلوم باكالوريوس ماجستير دكتوراه على حسبه كذلك الهيئة التعليمية منهم عضاء الهيئة التعليمية مستوياتهم التعليمية أمورهم الحرفية أمورهم الفنية والخبرات الموجودة لهم هذه كلها طبعا تندرج من ضمن المعايير وما هو المستهدف من مخرجاتك أساسا وما هو اللي حققته أساسا وكذلك المعايير اللي تنتسب لها هذه الأكاديميات مهم العناصر المدخلات اللي عندي شو الشروط اللي أقبلها سواء كان من نسب سواء كان من جنس من أجناص من أعمار من فكر لأن في النهاية أنا أستهدف لمخرج معين يعتمد على هذه المدخلات وعلى هذه المنظومة من المعايير جميل بما أن أهل الاختصاص ما شاء الله موجودين فلو نتحدث أيضا عن أكاديمية العلوم الشرطية هذه الأكاديمية المرموقة في الحقيقة ولي دائما ما تحرص على تأهيل أيضا الكوادر البشرية في جميع المجالات سواء كانت بحثية أكاديمية نفسية جسدية فلو نتحدث أيضا عن آلية عملكم عملكم ودوركم أيضا في المجتمع أكاديمية العلوم الشرطية سبحان الله نقول سيدي صاحب السمو وحاكم إمارة الشارقة كان لها رؤية ثاقبة واستراتيجية قوية جدا في إنشاء الأكاديمية وموقعها وموقع الأكاديمية في حرم المدينة الجامعية لأنها هي مثلها مثل باقي الجامعات والكليات والأكاديميات العلمية نعم فلذلك خرجنا نحن من أكاديمية العلوم الشرطية يحصل على بكالوريوس علوم الشرطية أنا أتكلم عن برنامج البكالوريوس فقط فلذلك عندنا أهداف كثيرة جدا في أكاديمية علوم الشرطية نحققها لمنتسبين من طلب الضباط من صقل للفكر والمهارات والمعرفة والعلم في البرامج الأخرى العلمية للتعليم العالي مثال ذلك الماجستير في التخصصات المختلفية سواء كان في الإدارة أو في البحث الجناي كذلك الدكتوراه في الإدارة كذلك و البحث الجناي ناهيك عن البرامج في الدبلومات والبرامج التدريبية والتأهيلية من ناحية الثقافة من ناحية التعليم من ناحية البنية الجسمانية من ناحية الرياضة واللياقة البدنية لأن المخرجات في النهاية للأمن فالمخرجات لابد أن تتلائم مع ما هو متطلب على أرض الواقع بحيث أنها فعلا تكون مخرجات قادرة على مواجهة التحديات الموجودة وما هو أهلت له صحيح وأكيد دورها المتشمعي دور كبير أي مؤسسة لابدنا يكون لها دور مجتمعي فلذلك لدينا دور مجتمع كبير جدا لابد أن نكون قادرين على أن ننساهم مثل ما قلنا في البداية في التنمية الشاملة التنمية الشاملة تأتي في العلم فلذلك جميع الأمور والبرامج الموجودة عندنا في الأكاديمية تساهم أساسا في صقل المعرفة والشخصية والقيادة والفكر هذا ينعكس طبعا على المجتمع لدينا دور كبير جدا في البحوث عندنا بحوث موجودة في الأكاديمية نبحث الظواهر بعض السلوكيات بعض الأمور المتطلب من فعلا نبحثها نخرج بمخرجات في هذا البحث فيها توصيات تساهم أي إدارة كانت موجودة عسكرية أو مدنية في رفع من شأنها ومن مخرجاتها لأننا كذلك أمور مجتمعية كذلك في التوعية في التنشئة في عندنا في البحوث مثل ما تفضلت حتى لنا شراكة مع القيادة القيادة العامة الشرطة الشارقة في أصدقاء الشرطة وصق المهاراتهم وتدريبهم وتأهيلهم عندنا في الندوات والمشاركة في أمور كثيرة جدا مع باقي طبعا المؤسسات الموجودة في المجتمع لتتكامل المنظومة طبعا نحن ما نعمل في منحنة أو في معزل عن المؤسسات الأخرى لا يمكننا أن نكمل آخر وإن كان لننتخصص معين ولكن لنا دور مجتمعي لا بدنا نقوم فيه كذلك على سنة أدي واجبنا المجتمعي ما تقصرون دائما وأبدا ما خلال الدكتور يعني استقطابكم أيضا للمنتسبي من الكليات العلمية وأيضا الأكاديميات العلمية كيف ترى أقبال هؤلاء المنتسبي والله أنا كنت أتمنى نحن كنا حاليا طبعا موجود عندنا التسجيل وإقبال كبير جدا على الدفع القادمة نعم أتكلم عن طلب الضباط فقط أعداد مهولة الموجودة وطبعا ما جاء هذا الإقبال وما حصلناها إلا لأنه فعلا كان هناك مردودة ومنعكس على المجتمع في المخرجات فعلا الإيجابية نعم فلذلك مخرجاتنا ولله الحمد إيجابية من ناحية طلب الضباط من ناحية التعليمية الفكرية البحثية من ناحية البنية الجسمانية من ناحية الفكر الرياضي التنموي من ناحية العنصر الإيجابي في المجتمع وطبعا أنا أتكلم عن طلب الضباط اللي يخدم المجال الأمني ولكن هذا يبقى عنصر في المجتمع يعني بعد التخرجة مطلوب منه أمور في المجتمع يبقى عنصر في المجتمع له أسرته وله عائلته وله محيطة المجتمع الموجود فينقل الثقافة وينقل فكر ويحاكي ويتكامل مع الآخرين في هذا المجتمع فلذلك المخرجات والإقبال عندنا كبير جدا وما يتهى النتيجة هذه إلا من النتائج المحققة في الأكاديمية صحيح جميل فلو نتحدث أيضا عن النتائج أو المخرجات التي دائما ما تحرص على أنها تكون إيجابية أكاديمية العلوم الشرطية نحن قبل فترة بسيطة احتفلنا باليوبي للفضل الأكاديمية صحيح لـ 25 عام طبعا تخرجت عندنا 22 دفعة من الطلبة الضباط وكل دفعة طبعا موجودة تخدم القيادة العامة لشرطة الشارقة وكذلك بعض القيادات الشرطية في الدولة ناهيك عن بعض الدول العربية التي لها مقاعد معينة عندنا كذلك يخدم دولته بعد ما يتخرج هذا العنصر أو الضابط في دولته من ناحية الأمنية عندنا كذلك مخرجات من ناحية الدراسات العليا الماجستير وعندنا مخرجات في الدكتوراه كل هذه المخرجات طبعا تنعكس عملها على العمل الأمني في الأمن والأمان والانضباط والأمور الإدارية والخدمية حيث أننا فعلا نقول نحن نعمل ونفوق توقع العميل نوصل للجودة الشاملة بما أننا نتكلم عن أن نفوق تصور العميل معناها وصلنا للجودة معناها وصلنا للتميز معناها وصلنا للإبداع والابتكار اللي فعلا قبل ما يطلب العميل نحن نوصله فهذا ما بيكون إلا من برنامجك وأهدافك وما هي مخرجاتك وما هي قياساتك لهذه المخرجات لا بد أن يكون عندك معايير لا بد أن يكون عندك مصطرة تقيس فيها هذه المخرجات على أساس فعلا لا بد أن يكون عندك تحديات وفرص تحسين موجودة لا يوجد عمل إنساني كامل كمان لله عز وجل لا بد أنك موجود تحديات هناك وضع العقبات هناك وضع بعض الإخفاقات بعض التحسينات اللي موجودة أو المتطلبات الحديثة اللي أنت لا بد أنك تتواكبها ولا بد أنك تتفوق عليها ستقدم خدمة أمنية ومجتمعية وإدارية متميزة فعلا نعم ذكرت كلمة جوهرية يعني دكتور والتي هي الجودة والإبداع والابتكار هذه الأمور تأتي بعد نجاحات وممكن بعد تجارب حتى يصل هذا الشخص أو حتى هذه الأكاديمية إلى الجودة فهي يعني بالفعل كلمة جوهرية لها العديد من العوامل لها العديد من الخطوات الاستراتيجيات حتى تصل هذه الأكاديمية إلى مرحلة الجودة أو نقطة الجودة فلو نتحدث أيضا عن هذه النقطة والله الجودة مثل ما تفضلتين النجاح موجود وكل واحد قام بدوره العتيادية موجود لو احنا تكلمنا عن الدور العادي يعني ولكن احنا طبعا مجتمعنا من ناحية الفكرية من ناحية المجتمعية التنافس الموجود ما بين المؤسسات ما بين حتى الأفراد يجبر الأشخاص على أنه فعلا يكون متميزين فردا أو مجتمعا أو عفوا من مؤسسة فلذلك أنا دائما لما أقدم خدماتي أقدمها بجودة عالية بحيث أن العميل فعلا العميل حاليا ما يرضى بأي خدمة من الممكن تقول له والله أنا أعطيك الخدمة الأفلانية وانت عادي عفوا ولكن هو ما يرضى إلا بالتميز ما يرضى إلا في الأشياء للتفوق خياله وتوقعه وأمنياته فدائما أنت لما تعطي هذا الشيء وتحط هذا هدفك وتسعاله فعلا وتحط معاييرك وأوزانك والمصدرى والمقاييس والكيفية أنك تدقق وتعاين وتطور بشكل مستمر بتوصل للجودة بحيث أنك فعلا تبقي أخطائك بأدنى مستوياتها بأي أين كان المبادئ كثيرة والعفوا الأمور مثلا لو تكلمنا عن سيكس سيجما أو تكلمنا عن أقل الأخطاء ترى كلها هي مبادرات وكلها أفكار وكلها نظريات وكلها أمور تتكلم في الإدارة وفي الجودة لكن في النهاية في النهاية أنا أسعى لجودة شاملة أجعل التمييز أسعى لأن فعلا أبقي أدنى مستويات للأخطاء عندي وأوصل للعميل بخدمة راقية متميزة تنال أعجابه وتغطي رغباته هنا أنا وصلت فعلا للتمييز نعم بالفعل يعني دكتور أنتم متميزين وهذه بشهادة الجميع ولله الحمد يعني راودني سؤال دكتور من تطلعات إمارة الشارق وإيضا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الله يحفظه أن تكون لكل مدينة جامعة تربط هذه المدينة أو هذه الجامعة بأهلها يعني مثل ما شفنا جامعة خرفك كان متعلقة بالأمور البحرية فلو نتحدث أيضا عن أهمية هذه النقطة والحنا نتكلم حاليا في عاصمة الثقافة ولله الحمد نتكلم في عاصمة الثقافة العربية نتكلم في عاصمة الثقافة الإسلامية نتكلم في عاصمة العالمية الكتاب يعني فعلا إمارتنا ولله الحمد في قياد سيدي صاحب السمو حاكم الإمارة دعم كبير جدا للعلم والثقافة والتعلم فلذلك سموه دائم يركز على التعلم وعلى الثقافة وعلى كيفية تطوير الفكر الإنساني مثل ما قلنا لتحقيق التنمية الشاملة وهذا هدف الأساسي سموه فلذلك تتحصلين دائم مهتم في الأكاديميات في الجامعات في المسرح في الفن في كل الأمور صحيح ما هو مستهدف في الديد أو الوسط أو أي أن كان هناك رؤية ثاقبة وتم التصريح بها كذلك على حسب المعطيات على حسب البيئة على حسب ما هي الاحتياجات المجتمعية للمحيط القريب لو تكلمت عن خورفك مثل ذلك العلوم البحرية مثال ذلك العلوم البحرية لأنها المجتمع القريب الوسطة مثلا الأمور الزراعية الأمور الحيوانية وما إلى ذلك في كلباء الأمور اللي فيها التاريخ وفيها العلم وفيها الهندسة على حسب احتياج على حسب البيئة على حسب المعطيات على حسب كذا فسموه له النظرة ثاقبة في الأمور كذلك هو طبعا دائما سموه يهتم في الإنسان والأسرة طبعا هنا ما منقدر نستنبط هالهدف هذا إلا بعد ما نستشرف بعد ما ندخل هالمدخلات هذه والمخرجات وتعيناتها أين بتكون؟ في المحيط القريب صحيح معناها أنا كونت أسرة مترابطة أسرة متواجدة أسرة قريبة سواء كان من الأم أو من الأب أو من الأبناء يكونوا مع بعضهم البعض يعني أنا أذكر سموه قبل فترة طويلة طبعا كنت أتحاور مع أحد القادة فقال أنا طلبت من سموه أن نسوي سكن لأفراد الشرطة في أماكن العمل فشو كان رد سموه كان رده أنا اللي أتمنى أن يكون كل أب مع أبناءه يومياً لذلك الطرق اللي شقت هذه المشاريع الضخمة اللي صارت هذه الميزانيات الضخمة اللي رصدت التعليم والجامعات مثل ما تفضلت والكريالات المتنوعة اللي هي تحاكي ما هو موجود على أرض الواقع عند كل مدينة معطيات كل مدينة تضاريس كل مدينة احتياجات كل مدينة كل هذا يخدم هالهدف وفي النهاية نرجع نقول تحقيق تنمية شاملة والنهوض في مستوى الإنسان الفكري والعقلي والمجتمعي بحيث أن يكون فعلاً مجتمع مستقر مجتمع نحن لا نقول المثالية ولكن مجتمع فعلاً قادر على أن يحصل للرفاهية لو اتحققت له هالعلم مبأي علم مبأي علم دائماً العلم النافع هو اللي يحقق هالأمور العلم الإيجابي البحث العلمي الناقد الإيجابي البحث العلمي المطور مبأي علم هناك مقولة أتذكرها طبعاً حتى عن سيدي صاحب السمو لما يقول عن العلم الأفضل أن الواحد يأخذ العلم النافع مبعفونة الأفكار على المستقطعة طبعاً هذه الجملة مستقطعة مبعفونة الأفكار لأنه مبأي كاتبة تأخذ من عنده مبأي عفواً اسمحي لي إدارة أو علم أو فكرة تستقل من عنده العلم العلم الإيجابي العلم النافع العلم اللي فعلاً يصنع إنسان إيجابي إنسان متحفز قادر أن يبني هنا أنا أقول فعلاً هذه المؤسسة الأكاديمية أو التعليمية أدت مستواها التعليمي وأهدافها الخاصة وأدت مستواها وواجبها أساساً من ناحية المجتمع التي تعتبر جزء منها نعم ممكن إجابتك تقودني إلى سؤال تفهمني البيئة أساسية لجذب الطالب ولا بد أن تكون هنا لك أيضاً معايير معينة صحيح لخلق هذه البيئة بيئة إيجابية ذو نفع إيجابي فلو نتحدث أيضاً عن دور البيئة وجذبها للمنتسبين وخاصة الطلاب هذا طبعاً بيرجع على حتى سؤال الشي السابق اللي هو قلت أنت عنه كيفية الإقبار على الأكاديمية نعم فعلاً البيئة هي المحفزة وهي الطاردة بنفس الوقت لو كانت سلبية نعم فلذلك البيئة الإيجابية اللي موجودة في الأكاديميات أو في الجامعات أو في المعاهد هي اللي تخلي فعلاً العنصر هذا يتمنى أن ينتسب لهذه الأكاديمية من ناحية البرامج التعليمية الموجودة من ناحية المرافق الموجودة من ناحية الأسرة اللي موجودة التعليمية والإدارية والقوانين الموجودة والأنظمة الموجودة والمتابعة والاهتمام بهذا الطالب أين كان مستوى دبلوم تأسيسي تدريبي باكالوريوس ماجستير أين كان فكل المعطيات هذه والبيئة هذه كانت إيجابية ومتكاملة وموجودة فعلاً بتحصلي هناك إقبال وهناك مخرجات إيجابية ونجاحات تحقق بشكل تمييز والعكس صحيح البيئة الطاردة تجعل الناس فعلاً ينفرون ينفر من هذه البيئة لأنها فعلاً أساساً مخرجاتها حتى غير مضمونة ولما تدخلها البيئة منفرة فكيف أنت بتعطيك كيف تبدأ أساساً كيف فعلاً بتكمل وأنت محبط استمتعنا جداً بالحوار معك الله أحبك دكتور محمد خميس العثماني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية يعطيك العافية الله عافية وكل الشكر على تواجدك اليوم في برنامج صباح الشرقية وعطأنا هذه المعلومات العلمية المتعلقة بأيضاً الأكاديميات العلمية ودورها في المجتمع واجبنا وإزاكم الله ألف خير شكراً لكم إذا مشاهدينا بعد هذه الجعبة المليئة بالتقارير المميزة والضيوف الكرام للأسف وصلنا لختم حلقتنا على أمل لقاء بكم يوم غد بحلقة وموضوعات جديدة إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا عائشة الأنصاري وتحيات جميع طاقم العمل مع السلامة ترجمة نانسي قنقر